حدثنا عبد الملك بن عمر وأبو عامر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا قيس بن بشر التغلبي قال أخبران أبي وكان جليسا لأبي الضرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو في صلاة فإذا فرغ فإنما يسبح ويكبر حتى يأتي أهله فمر بنا يوما ونحن عند أبي الضرداء فقال له أبو الضرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين اتقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعنا فقال خذها وأنا الغلام الغفاري كيف ترى ترى في قوله قال ما أراه إلا قد أبطل أجره فسامع ذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يحمد ويؤجر قال فرأيت أبا الضرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لا يبركن على ركبتيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الضرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الضرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال وإزاره فبلغ ذلك خريما فجعل يأخذ شفرة يقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه قال فأخبرني أبي قال دخلت بعد ذلك على معاوية فإذا عنده شيخ جمته فوق أذنيه ورداؤه إلى ساقيه فسألت عنه فقالوا هذا خريم الأسدي قال ثم مر بنا يوما آخر ونحن عند أبي الضرداء فقال له أبو الضرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إنكم قادمون على إخوانيكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم فإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن سليمان أبي الربيع قال أبي هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد عن القاسم مولى معاوية قال دخلت مسجد دمشق فرأيت أناسا مجتمعين وشيخا يحدثهم قلت من هذا قالوا سهلوا ابن الحضلية فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكل لحما فليتوضأ حثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد حدثني قيس بن بشر التغليبي عن أبيه وكان جليسا لأبي الضرداء بدمشق قال كان بدمشق رجل يقال له ابن الحضلية متوحدا لا يكد يكلم أحدا إنما هو في صلاة فإذا فرغ يسبح ويكبر ويهلل حتى يرجع إلى أهله قال فمر علينا ذات يومين ونحن عند أبي الضرداء فقال له أبو الضرداء كلمة منك تنفعنا ولا تضرك قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية فلما أنقدمنا جلس رجل منهم في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان لو رأيت فلانا طعن ثم قال خذها وأنا الغلام الغفاري فما تر قال ما أراه إلا قد حبط أجره قال فتكلم في ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم فقال فقال بل يحمد ويؤجر قال فسر بذلك أبو الضرداء حتى همى أن يجث على ركبتيه فقال أنت سمعته مرارا قال نعم ثمر علينا يوما آخر فقال أبو الضرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل خريم الأسادي لو قص من شعره وقصر إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ الشفرة فقصر من جمته ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه قال أبي فدخلت على معاوية فرأيت رجلا معه على السرير شعره فوق أذنيه مؤتزرا إلى أنصاف ساقيه قلت من هذا قال خريم الأسادي ثم مر علينا يوما آخر فقال أبو الضرداء كلمة منك تنفعنا ولا تضرك قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إنكم قادمون على إخوانيكم فأصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة فإن لها عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش حثنا علي بن عبد الله حدثني الوليد بن مسلمين حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل ابن الحدلية الأنصارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيينة والأقرع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمر معاوية أن يكتوب به له ما ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بضفعه إليه ما فأما عيينة فقال ما فيه قال فيه الذي أمرت به فقبله وعقده في عمامته وكان أحكم الرجلين وأما الأقرع فقال أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار وهو على حاله فقال أين صاحب هذا البعير فابتغي فلم يوجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقوا ألها في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخط آنفا أنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه